انظار واحد من رشادات المنتدى قادر يخلي القناة بتاعتك بلا قيمة على اليوتيوب لمدة تسعين يوم القناة بتاعتك مش هتقدر تقدمها لتحقيق الربح بالاضافة انه هتاخد شوية عقوبات من اليوتيوب لمدة اسبوع ولو اتكررت هتبقى اسبوعين خد بالك ده كله ملوش قيمة بالنسبة للنفسية اللي هتبقى حضرتك متحطم نفسيا وانت شغال على القناة كل ما تفتح القناة تشوف انظار رشادات المنتدى وحضرتك مش عامل اي حاجة انا عامل زي الناس ما بتعمل طب افهم وكون عارف كل حاجة في ناس من اصحابك او ناس انت تعرفهم بيكونوا شغالين بمحتوى مخالف بس لحد الوقتي محدش عمل عليهم نيزة الابلاغ ان هو يبلغ عن فيديو او قيمة تشغيل او حتى صورة مصغرة او اي حاجة من حاجات دي سواء تنتهك او سواء عندها مشكلة انت ممكن تكون سبب في انك تغلق قناة او تقفل صورة مصغرة او تعمل حاجة من رشادات المنتدى بانك تبلغ عنه لو هو مخالف حرفيا طيب تعالى معايا وافهم يعني رشادات المنتدى علشان تكون على وعي كامل انا هتكلم هنا مش الناس اللي بتتكلم عالترند الناس اللي بتتكلم عالترند اينها لو اتكلمت معاك عالترند لازم ادخل اقرأ معاك كل كلمة فلو انت شغال عالترند لازم تدخل وتقرأ كل لينك جوا دول انا هتكلم بصفة عامة بالنسبة للناس ووعيك وفهمك ايه المحتوى الغير ما نقوم فيه في اليوتيوب وايه المحتوى اللي اليوتيوب بقولك هنا انا ما بعملش حربة على منشئ المحتوى انا مش بحربهم لأ انا عايز سلامة الجميع على اليوتيوب عايز المحتوى يحافظ على الكبير والصغير وسلامة الاطفال فلازم تكون عارف دي حماية ليك انت يا منشئ المحتوى مش حاجة ضدك بس المشكلة هنا في الناس اللي شغالة على المحتوى الترند ممكن يكون بيقدم معلومة ويروح عامل صورة مصغرة توديه في ستين دهية فلازم تكون عارف ايه الحاجات اللي بتوديه في ستين دهية واقراها يا منشئ الترند اقراها مش تسمع لأي شخص لنا ولا غيري ادخل بنفسك اقرأ ارشادات المنتدى تعالوا نكون عارفين او نكونوا فاهمين يعني ايه ارشادات المنتدى طبعا انا وضحت ان هو سلامت الجميع ووضحت ميس الابلاغ بس تعالوا نشوف المحتوىات فيه محتوى غير مرغوب فيه والمحتوى الحساس واللي يتضمن مشاهد عنف والسلع الخاضع للرقابة والمعلومات الخاطئة لغاد كده زي الفلم انا شايف الكلام ده من برا طب من جوه ايه بقى؟ تعالوا جوه جوه بقولك هنا ان المنتدى اليوتيوب مبني على الثقة ولا يسمح بعرض محتوى مخادع او مضلل للعناوين المضللة او الصور المصغرة المضللة وط حاجة جوه مختلف عن اللي برا وحد بلغ عنك البس ارشادات المنتدى يا عم ده منت عمي بتعمل كده انا مليش دعو بنت عمك انا اي دعو بيك ممكن يكون في شخص مستقصدك فلاغم عشان تشتغل على التيوب تكون ماشي صح امشي صح يحتر عدوك فيك وساعتها هتحقق ربح وحتشتغل حلو ومش هتخاف من ارشادات المنتدى تعال وقرى معايا او مضلل او غير مرغوب فيه او احتيالي على هذه المنصة السياسات المتعلقة بالمحتوى الغير مرغوب فيه والمخادع ده تكلمنا عنها وهي انك ممكن تحط حاجات مخالفة من غير الفيديو اللي جوه تاني حاجة انتحال الشخصية ياللي بتعمل بس مباشر للمشاهير لو دخل قدم فيك انظار او بلاغ هتوحشنا ياللي بتعمل بس مباشر ياللي مسك فيديو وشغال على واحد تاني ياللي عامل فيديوهات لقناة تربون قناة مش عارف مين قناة عمرو مروع اليوتيوب ولبسك بلاغ هتوحشنا ليه؟ ليه انت هنا اسمها انتحال شخصية انتحال هوية لازم تفهم ان اليوتيوب محتاجك انت بشخصك وذاتك اللي تحقق ربحة لليوتيوب هنا مش بنتكلم قناة الطبخة لأ بنتكلم قناة الجيمينج اللي بيجيب مثلا لما حميحه ولا مش عارف لمين 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 ودي بدأ يتكلم عنه سوعة دولة وفوزية اي حاجة من حاجات دي فلازم ناخد بالنا من موضوع انتحال الشخصية سياسة الروابط الخارجية وهنا طبعا بنتكلم اصحاب منشئ الملفات والناس اللي بتحط حاجات اختصارات لان ممكن اختصار يكون انت مش واثق في الاختصار ده يسبب لك انظار واحد واثنين وممكن يقفل لك القناة علشان كده انا دايما لا احبز اضافة اي اختصار في الوصف ولما حد بيكلمني ويقول لي انا بضيف حاجة من جوجل اقول لي انا مش ضامن انا مش عارف ماش ضامن انا فيديوهاتي اللي على اليوتيوب بحطها وخلاص اي حاجة على اليوتيوب بحطها ابلاز الصفحة الشخصية بتاعتي بتاعة الفيسبوك انستجرام الحاجات دي انا واثق ان انا مش هننزل اي حاجة مخلة ولا ممكن حد يدخل عليها ويبلغ عنها ليه اللي انت حاجة الشخصية فعشان كده بقولك الروابط اللي في الوصف خاف منها يا اصحاب القناة خاف على قناتك ما تخطش اي رابط وخلاص التفاعلات الزائفة التفاعلات الزائفة دي ممكن نتكلم فيها حاجات كتير جدا 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 منها محتوى يوجه المستخدمات الى خدمات تابعة لطرف ثالث ان هو يطلب منك انك تروح تشتري ساعات محتوى ينقلق الى مواقع الالكترونية خدمة او خدمة لتطبع طرف ثالث الطرف ثالث هنا اتكلمنا فيه عن كل حاجة انا طرف اول وانت يعني يوتيوب طرف تاني الطرف الثالث هو اي حد يدخل ممكن لو انت انسقت فيديو لشخص ثالث هو يبلغ عنك ويقفل لك القناة في حقوق الملكية لو انت شغال على حاجة في طرف تاني ابعد عنها خالص ملاحظة يمكنك الاشياء المشاهدين على الاشتراك في القناة والدع اجاب بالمحتوى او مشاركات او نشر تعليقات محتوى يعرض منشئ محتوى يشتري المشاهدات من طرف ثالث هو ده بقى اللي ممكن تلبس عليه انظور لازم تاخد بالك منه متفاعلات الزائفة ما تشرحش ما تشرحش موقع ادمي فاصط غير وما تشرحش الحاجات التالتة الطرف الثالث ليه؟ لان الحاجات دي او طبيت او اي حاجة من الحاجات دي شرحتها وحد يبلغ عنك حتوحشنا حتوحشنا بجد اي حاجة بره خدمات جوجل متصفح خافي خدمات جوجل دي خدمات جوجل انا مش تغرب خدمات جوجل مش بقدم لك اي حاجة واكتر من شخص قدم بلغ يعني اكتر من شخص وجالي بس افهم علشان تكون عارف الحاجات اللي فيها طرف ثالث يعني بعيد عن شركة جوجل ويوتيوب ليه؟ لان هما شركين تنين جزء من بعض كمل معايا سياسات اضافية اسمع السياسات التلفية وهو التشجيع على انتهاج بنود نشر محتوى تم ايزالته السن المحدد بيه لإستخدام جوجل واخد بالك السن ده حاجة مهمة جدا يعني ما ينفعش تعملني سن قليل وتلاقي نفسك قفلت جيميل بتاعك بقى مخصص للاطفال مقدرش عدل في السن مقدرش اعمل اي حاجة لازم تفهم الحاجات دي اقرأ وتعلم وافهم ده المحتوى الغير مطروب فيه المحتوى الحساس يا ناس يلي شغالين على القضايا يا ناس هاللي عملتوا صور او فيديوهات لناس من الجزائر وهم عندهم دم ربنا ينصرهم طبعا ويطلحهم الازمة الليها دي على خير بس انا بتكلم بصورة عامة جبت اي صورة عريانة عملت تدمر عملت ازاء نفسي خد بالك الحاجات دي وفهمني تعالى سياسات المحتوى الذي يضمن مشاهد عرل وجنسية سياسات الصورة المصغرة والصورة المصغرة دي انت اي منشي محتوى لازم يدخل يقراها ويفهم عنها لان الصورة المصغرة دي بص اهميتها بالنسبة المستخدمين لا تنشر صورة مصغرة على اليوتيوب تحتوي على صورة مصغرة فيها مواقع اباحية عنف مزعجة او مشاهد عنيفة تصور الدم صور مصغرة للغة او حاجة بزيئة صور مصغرة تضل المشاهدين واخد بالك المشاهد العنف والدم دي كانت متخصصة في حدود الناس اللي كان بتصور الدبيحة والحاجات دي ودم وكده والناس بتعمل الحاجات دي برضو لازم تاخد بالك منها جدا من خلال سياسات الصور مصغرة سلامة الاطفال والانتحار والازاء النفسي لما تيجي تكلم عن انتحار مش يمتع تجيب صورة فيها انتحار حد بقال لغ عمك هتوحشنا الحاجات دي لازم تدخل تقراها وتفهمها يالي شغال عالتريند لكن واحدة بتاع الطبخ مالها ومال سلامة الاطفال مالها ومال المحتوى الجنسي والعري مالها ومال الانتحار والازاء النفسي هنا بنكلم الناس لاصحاب المحتوى التريندي اما انت يا بتاع الطبخ اشتغل زي ما انت شغال المهم ما تضللش ما تشتغلش بصورة غير واقعية انت بقية بتاع الجيمينج لازم تاخد بالك من انتحالات الشخصية لازم تاخد بالك من الصور المصغرة اللي بتعملها بس تعالى المحتوى الذي يتطمن مشاهد عنف او افعال خطيرة مثلا المحتوى الضار او خطير المحتوى الذي يضمن مشاهد عنف او قصية لو في افلام او اي حاجة من الحاجات دي فيها عنف المنظمات الاجرامية والعنيفة السياسات المتعلقة بالكلام الذي يحرض على القراهية السياسات المتعلقة بالتحرش والتنمر والتنمر يا بتاع التكتوك يا الرئاكت تعالى لو حد بلغ عنك هتوحشنا انت بتتنمر عليه انت بتتكلم عنه وبدخل على خصصياته ما ينفعش لازم تكون فاهم انت تتكلم عن التحرش لو انت بتتكلم عن التحرش فلازم تكون عارف انت بتقول للناس اللي بتتمنع التحرش بتكلم عن حجم الحاجات دي يعني اي محتوى بقى واضح وصريح وواحد زي الفيديو اللي كان مشهور ان واحد كان بيتحرش ببنت في السلم والحاجات دي وناس كتير تم اقاف الربح بسببها لازم اكون عارف وفاهم وواعي انا اشغال ازاي لازم اعرف المحتوى الحساس المحتوى الغير مرغوب فيه المحتوى اللازم تطمن مشاهد عرف الخاضع للرقابة مثل الاسلحة النارية ما ينفع شمسك مسدس واضح لضرب نار ما ينفع الحاجات دي لو تبلغ عنها حاجة يعني فيه ناس بتعمل ده تدريب ده تدريب بيكون تعليم وفيه ناس قنوات بيكون متخصة بالحاجات دي ممكن يكون حد ما بلغش عنهم ما تمشيش في حاجة ليه تمشي في حاجة ممكن يكون فيها خطر لك علشان ايه وبعدين هم مش بيصوروا المسدسة ده هم بيصوروا حاجة تانية واكيد انت فاهم وانا فاهم فلازم تاخد بالك من حاجات دي ماشي المعلومات الخاطئة المتعلقة بانتخابات معلومات متعلقة بأي مرض عالمي ممكن تتكلم عنه بطريقة غير واضحة ومعلومة خطئة وممكن تاخد بالك ان الحاجات دي بتاخد باستمرار تحديث فلازم تركز عليها باستمرار وكلين اصلا قبل كورونا مش كان فيه سياسات قطعة بكورونا ده دم تحديث الموضوع ده ده دم تحديثه صح فلازم تاخد بالك من الحاجات دي وتفهم لازم يكون عندك وعي كامل برشادات المنتدى علشان ما تخسرش قناتك ومحتواك اللي انت بتحبه افهم كل كلمة وادخل يقرأ كل حاجة متعلقة بسياسات المحتوى الحاجات دي مهمة جدا ليه؟ لان الانظار او اتنين منهم الانظار الاول ممكن يديك اسبوع كامل الانظار الاول اذا نشرت المرة اولى اول حاجة تسعين يوم مش بتحقق الربح مش هتعرف تقدم كدق المراجعة تاني حاجة تحميل الفيديوهات او بس مباشر مع الشتالانة ونشر قصص مع السلامة انشاء صورة مصغرة مخصصة او نشر مشاركات مع السلامة انشاء قوام تشغيل او تعديلها مع السلامة الحاجات دي كلها هتفتقدها هترجعلك بعد اسبوع بس سيبقى الانظار ساري لمدة تسعين يوم ناشط فتحي الربح ناشط ليه ليه علشان هو مدته تسعين يوم ناشط لمدة تسعين يوم لكن اللي بتفقده بعض الامتيازات اللي بدلك اليوتيوب الانظار التاني بيبقى لمدة اسبوعين الانظار التالت في خلال الفترة التسعين يوم سيكون او سيتم ازالة قناتك بشكل نهائي وسيبقى الانظار ساريا على قناتك لمدة تسعين يوم من تاريخ اصداري لازم تاخد بالك يا منشئ المحتوى خف على نفسك انا جيت اوضح لك كل حاجة بالنسبة لانصارات او رشادات المتدى وقدت شرحها قبل كده بس في حاجات في المحتوى اللي لازم الناس تفهمها انا خايف عليك الناس اللي كان تم اغلاق قناتهم او تم الغاء تفعيل الربح على قناتهم بسبب فلسطين احنا محتاجين نفهم كل حاجة وحنوضح لكم اي حد مر التجربة بخصوص فلسطين اتمنى ان يكتب هالي في الكومنتات هل الربح عنده رجع هل حل المشكلة مع الدعم الفني هل عقدات رجع له او ظهر له تاني بالتوفيق لجميع اي حد عنده اي استفسار او اي حاجة الكومنتات موجودة واحنا كلنا في خدمتكم وتحت امركم شكرا جدا للعشرين الف مشترك شكرا جدا لكلكم ودعمكم الموجود طبعا يرجع الفضل كله لربنا صلما حضراتكم شكرا لجميع اشتركوا في القناة